بعد أن كان العراق خالياً منها، تعمل إيران وبكل قوة لإغراقه بأنواع المخدرات من خلال بوابة التهريب أو التجارة أو الصناعة بتخطيط وتنفيذ الميليشيات التي تعمل دون محاسبة ومراقبة حكومية وفقاً لموقع المونيتور الأمريكي الذي رجح استمرار تجاهل كبح تجارة المخدرات في بلد تخضع فيه الحكومة بالكامل لتنفيذ الأجندات الخارجية فيما أقرت وزارة الداخلية الحالية بأن انتشار المخدرات في العراق أسرع من جهود السيطرة عليها بسبب استشراء الفساد والفوضى في المعابر وهذا ما أكدته منظمة عراق خال من المخدرات في وقت سابق من أن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية ساهم بانتشار المخدرات بشكل كبير بينما كشف نواب في البرلمان عن معلومات تشير إلى تورط ضباط في مكافحة المخدرات بانتشار هذه المواد فضلا عن مسؤولين كبار في الدولة برعاية الميليشيات التي جعلت من المخدرات أحد أهم مصادر تمويلها مديرية مكافحة المخدرات في كردستان العراق ألقت القبض على متهمين بتجارة المخدرات وضبطت بحوزتهم ثمانية آلاف وخمسمائة حبة ترامدول في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية في كردستان بأن إيران تعد المنفذ الأبرز لدخول المواد المخدرة إلى العراق بينما تقر مصادر رسمية بوقوف أحزاب وميليشيات متنفذة وراء عمليات تجارة المخدرات في العراق فيما حذر مؤتمر علمي أقيم في كلية العلوم الإنسانية في جامعة السليمانية مما وصفه بالانتشار السريع والهائل بوسائل متنوعة تجداح بآثارها القاتلة وأخطارها المتعددة كافة طبقات المجتمع لاسيما فئة الشباب وطلاب المدارس وتأتي تجارة المخدرات في وقت يشجعها النظام الإيراني متخذا إياها سلاحا لإلحاق الضرر بدول الشرق الأوسط وشعوبها بشكل عام والعراق بشكل خاص ضمن سياسة طهران التوسعية الفساد الذي ينهش جميع مفاصل الدولة المتهالكة في العراق والوضع السياسي والاقتصادي بشكل عام وازدياد معدلات البطالة دفع باتجاه انتشار تعاطي وترويج المخدرات فتحول إلى خطر يهدد بنية المجتمع بشكل مخيف ينذر بنهيار كبير يهدد منظومة القيم في البلاد